الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان ذنبك ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار أهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاته وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعرب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين جنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوفتره وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه إنما يدهب على نفسه ومن أوفى بما عاد علي الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بأرسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظلنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيكون المخلقون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوا هذونا نكتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذلكم عذابا أليما ليس على الأما حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك إن يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعذكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم آذبي وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لوله الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصير سنة الله التي قد ظلف من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والذي معكوفا أن يذلو محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأرزمهم كلمة التقوى وأرزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فأعلم ما لم تظلموا فجعل من دون ذلك فكحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالعذى وبين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه تواهم ركع سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذا وإن أخرج شطأه فآذره فاستغلوا فاستوى على سوكه يعجب الزرى ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر